فالحقيقة برضو أرجع مرة أخرى للموضوع الحكم لأنه دلوقتي بيقول لي عمر أنه أنه بيقول إيه؟ أن بعض المصادر من الاتحاد هم سربوا يعني بعض المصادر بتقول أصلي كل الحكام مصابيه أماظم أو أنه حكام مصابيه وفي حاجة اسمها كده؟ كل الحكام مصابيه كل الحكام اتنين مصابيه واحد أفريقي ما نقدرش ندهولك بجده الله الكلام ده حقيقي طيب طيب ماشي غير موضوع أحصل عشان ما أنا بصراحة لأنه الحكم عليه بجد عليه علامات استفاهم كبيرة جد طبعا بداية غريبة كان عدائي جدا في تعاملاته مع اللاعبين في المباراة السابقة ويعني حتى حمد فتحي كده قاعدوا يشاوروا هو والحكم يعني معرفش أنا بشوف أن كان في الإمكان أفضل مما كان أنا لا أبرر شيء ولكن من دلوقتي يعني ما بقولش لكن أنا بشوف أن الحكم ده يستحق أو هذه المباراة الكبيرة جدا ما بين الكبيرين الحقيقة تستحق حكم أفضل من كده تستحق حكم أفضل من كده ومش عايزين لغط في هذا الموضوع كان إيه اللي حيحصل وبالنسبة لي حاجة غريبة كان إيه اللي حيحصل لما حط حكم له اسمه علشان يحكم مباراة ثالث ورابع ميدالية كاس العالم ما بين زعيم أسيا وزعيم أفريقي هو يعني هو الحكم ده مش هيحكم كاس العالم 22 ليه بعرفش أنت يعني الموضوع ده الحكم ده لن يحكم في كاس العالم 22 ليه فعلا سؤال برضو منطقي